وللحديث أكثر حول الزيارة ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي ميشيل أبو نجم نرحب بك أستاذ ميشيل معنا على شاشة قنوات أبو ظبي في تغطيتنا الخاصة لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيانا أود أن أبدأ معك في دلالات هذه الزيارة توقيت هذه الزيارة التي تأتي بعد مؤتمر جدة نعم بداية بخصوص دلالات هذه الزيارة يتعين علينا الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي ممتن كثيرا لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي خصه بزيارة هي الأولى من نوعها لخارج العالم العربي وليس هذا فقط فإن الرئيس ماكرون كدليل أيضا كعربون وفاء للأشيخ محمد بن زايد فإن هذه الزيارة تأتي فيما يسمى بروتوكوليا زيارة الدولة وهي أعلى وأرقى الزيارات الخاصة الرسمية بين الدول هذه ملاحظة أولى الملاحظة الثانية أنه عندما جاء الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا العام الماضي قام الرئيس ماكرون بتكريمه من خلال غداء عمل في قصر فونتينبلو الشهير الواقع جنوب فرنسا والذي كان المفضل عند أمبراطور فرنسا نابوليون الأول هذه المرة التكريم سيتم في قصر بيرساي التاريخي قصر بيرساي معروف تاريخيا معروف أنه كان مركز القرار أيام الملكية الفرنسية وخصوصا وهج هذا القصر كان عندما الملك لويس الرابع عشر كان هو الملك الفرنسي هذه ملاحظة ثانية الملاحظة الثالثة بالطبع بين فرنسا والإمارات العلاقات هي علاقات تاريخية ليست يا وليدة الأمس أو أول من أمس تعود لبدايات دولة الإمارات في العام 1970 وأشير هنا إلى أمرين الأمر الأول أن الشيخ زايد رحمه الله قام بأول زيارة لفرنسا في العام 1976 ولم يكن خيار فرنسا وقتها خيارا عشوائيا بل كان بناء على دراسة واعية وواضحة للعلاقات الدولية وللدور الذي تقوم به فرنسا إن على صعيد المجلس الأمن الدولي حيث هي دولة دائمة العضوية أو من حيث هي دولة رائدة في إطار الاتحاد الأوروبي ومنذ ذلك التاريخ تعمقت هذه العلاقة وجاءت زيارة الشيخ زايد أيضا زيارة الدولة التي قم بها عام 1991 لتبين مدى استمرارية هذه العلاقة وأشير أيضا إلى أنه مع توالي العهود في فرنسا أكان الرئيس من اليمين أو كان من اليسار لم تتأثر العلاقات الفنسية الإماراتية بل كانت على تطور دائم وأخيرا ملاحظة خاصة أن هذه الزيارة هي إضافة إلى ما سبق هي تعكس العلاقة الشخصية التي قامت بين الرئيس مكرون من جهة وشيخ محمد بن زايد من جهة ثانية نذكر هنا بأن الرئيس مكرون كان الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر إلى أبوظبي عام 1917 من أجل تدشين متحف لوفر أبوظبي وكان الرئيس الفرنسي ذهب أيضا مرة ثانية للتعزية بوفاة الشيخ الشيخ خليفة كما زار الإمارات في شهر ديسمبر من العام الماضي حيث تم التوقيع على كثير من الوقت التجارية والدفاعية والاستثمارية وغير ذلك وأشير إلى أمرين نعم نعم